قال رئيس إدارة الداخلية في ولاية شمال الراين واستفاليا الألمانية إن المشتبه به في حادثة هجوم بسكين وقع في زينجولين قام بتسليم نفسه للشرطة ذكرت وسائل إعلام ألمانية أن المشتبه به سوري جاء إلى ألمانيا في عام 2022 وكانت الشرطة قد احتجزت شخصين آخرين في وقت سابق من يوم السبت وهما مراهق يبلغ من العمر 15 عاما وشخص آخر بعد عملية نفذتها الشرطة في مركز للاجئين في زولينجين بالإضافة إلى ذلك أصدر تنظيم الدولة الإسلامية بيانا أعلن فيه مسؤوليته عن الهجوم ومع ذلك لا يوجد دليل على أنه كان بالفعل وراء الهجوم كما لا يوجد دليل على وجود صلة بين الجماعة الإرهابية والمهاجم وفي ليلة الجمعة وقع هجوم بسكين في مدينة زولينجين في غرب ألمانيا خلال احتفال لإحياء الذكرى 650 لتأسيس المدينة وحتى الآن قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وجرح ثمانية آخرون ترجمة نانسي قنقر